موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليوم صوتكم راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة عدتكم رقمين بالأعلى تقدرون تتصلون بنا من زاخو الحد الفاو ومن نسبة لأخوة العراقين الساكنين دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا وباقي دول العالم أيضا على الأرقام الاثنين الموجودة بالأسفل إضافة إلى ذلك دا تلاحظون جوءك وإشارة واتساب تقدرون الرقمين الجوء سجلوها يمكن في حال ما حصلتونا على التليفون مع شديد الأسف ما قدر نسمع صوتكم كتبونا رسالة واتساب أتمنى تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم بسم الله نبدأ ونبدأ مواضعنا بالتجاوزات اللي دا تصير بالعراق بيها على العراقيين وبيها على منهم أسماء من ذلك نبدأ باللي تخص العراقين بشكل خاص اليوم تعددت الظواهر السلبية اللي ظهرت وطفت على السطح خلال موسم زيارتي أربعينية هذه السنة ورد دخوله هواية من الزوار الإيرانيين بشكل مو منظم ومن دون أي تدقيق أبني هذا الشيء انتقده هواية من بسطاء الناس وعمت الشعب بسبب الممارسات الهمجية للزوار الإيرانيين لكن هاي الانتقادات اللي جرى تداولها على شكل مقاطع مصورة سرعان ما واجهتها الأحزاب والميليشيات ومنصاتهم وذبابهم الألكتروني بسيل من التحريض والاعتداءات اللي انتهت بإجبار أصحابها على تسجيل مقاطع مصورة للاعتذار تحت التهديد من الإيراني خلونا نشوف سوية مقطع مصور لاثنين عراقيين اعتذروا بمقاطعهم من الزوار الإيرانيين حتى نعرف لين وصل الحال بالعراق اللي صار الحديث به عن الإيرانيين وممارساتهم خطوط حمد أقدم اعتذاري لسيل مولاي باردلال فسين أقدم اعتذاري لزوارنا الإيرانيين أقدم اعتذاري للحشد والأحزاب أن يكون زيادين اليوم أني طلع من يمي كلام هو غلط بس والله العظيم وحق الحسين ما لبيه قصد مجرد إهناسها العبرية يعني قلنا خاب الإيرانيين ما يطبون نشتغل على اليوم لا أكثر ولا رب يشهد عليه لا تهي الجهة ولا بجهة ولا أي أتابع لا الحزب ولا التيار بس مجرد صارت عفوية بين زوار ونحب نعتذر من الزوار الإمام الحسين وكانت الهساءة بدون قصد يعني ما عنده بيها فلسير بالحكس ضيوف الإمام الحسين مقدرين محترمين كل شعب العراقة إن شاء الله أعتذر من زوار ربو عبد الله الحسين أعتذر من فضل عباس وتأخر على بخاتم الزوار ربو عبد الله الحسين وأنا خادمهم وأنا خادمهم وأعتذر من سيد أحمد اتدخل بيه وأنا داخلهم سيد أحمد داخلهم فضل عباس داخل أيام وعبد الله الحسين زوارنا هو عبد الله الحسين إذا مشاهدين الكرام مثل ما تشوفون مقطعين إلى عراقين اثنين دا يقدمون بها اعتذارهم من الزوار الإيرانيين لكن مثل ما تلاحظون الحال اللي موجود بي اللي دا يصور الفيديو أبو علي من بغداد حياك الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله هلا بيك أخويا بالنسبة للموضوع التجاوزات على صحابة النبي عليه الصلاة نعم كان هذا المقطع الثاني ويايا نعم احنا تابعنا على هذا الكلام الكلام المشيين بحق النبي عليه الصلاة وآل بيته الأفقار وصحابته الكرام نعم بخصوص الدعي لباصر الكربلة نعم احتى وضح من خلال كناتكم ولو هو واضح انه هو السيد من حسين وآل بيت الحسين ولا فحابة جدهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني ما كفل شي جديد لكنه مجرد اثارة النعرات الطائفية خصوص هذا الكلام فتفوء الثمن من قبل ساسة العراق لانه قبل اكيد انه بعض الاشخاص الساعوا الى جوار الحسين عليه اتخذوا الاجراءات القانونية بحقهم نعم يارت 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 هسا اليوم او باطر يعني هسا في هاي الايام يارت نشوف رد او شجب انكار من طبال المذب نعم من طبال سماحته سيد مقتدى من طبال لكنه اصبح هذا الامر ميهمهم نعم شكرا لك ابو علي سعد ابن الكويت حياك الله يا سعد سعد حياك الله خوية مرحبا أصداد مرحب لك للبرنامج وللقناع اللي يعطوننا حرية الرأي والديمغراط حياك الله خوية اصداد اهم حاجة يعني حصر السلاح ومنع المخدرات والمسكرات يا أصداد هذا شيء مهم ومنع العراق والجمهورية العراقية وكذلك احنا نتمنى الحيث للجميع ولكن انا ناوي هادر للعراق وتحياتي لك نعم شكرا شكرا لك أخ سعد نبقى بقضية التجاوزات اللي دا تصير بالعراق بعيدا عن العراقين اليوم التجاوزات اللي تصير اليوم اي تجاوز على اي ايراني ممنوع يعرض صاحبة للضرب مثل ما شفته بالمقطع قبل شوية الاثار واضحة على هذا المواطن اللي بيعتذر واحد وجهاء عشيرته الطريقة مذلة بعض الشيء مع الاسف لكن التجاوز على صحابة رسول الله مسموح في العراق ورأيان من احياء مجلس للعزاء برعاية عمار الحكيم وقيس الخز علي رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدولة ومقطع مصور للطائفي باسم الكربلائي وهو يتجاوز به على مقام صحابة الرسول رضوان الله عليهم اجمعين ليتقدم على اثر ذلك عدد من المحامين بدعاوى قضائية ضد الرادود الطائفي باسم الكربلاء ابتهمت اثارة النزاعات الطائفية واكدوا ان الكربلاء ارتكب فعل محرض ومثير للفتنة الطائفية وهو ما يهدد الوئام المجتمعي المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اعتبر جريمة الاساءة الى الرموز والشعائر الدينية بالعراق اساءة الى جميع مسلمين العالم واوضح المركز انه ما خرج من احد مدعي التدين المعروف بباسم الكربلاء هو يسيء الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقطع انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي لهو مثال صارخ لآفة الطائفية وهو يعمل هو ومن يدعون حرية التعبير على تعميق مخاطر الانقسام المجتمعي والديني خلونا نشوف اساءة الطائفة باسم الكربلاء على صحابة رسول رضوان الله عليهم قبل ما نستعرض التغريدات على وسم باسم الكربلاء فتنة شيل اسم الصحابة وكتبهم عصابة شيل اسم الصحابة وكتبهم عصابة قالوا معذره ما نقصد تره قالوا معذره ما نقصد تره حجتهم ضعيفة حجتهم هذا اللي طلع قاله باسم الكربلاء والناس علقت بهاشتاغ باسم الكربلاء فتنة التعليقات اللي موجودة ويانا اختارنا لكم بعض من التغريدات سارة تقول تره هو غالبية قصائد فتنة وتهدد السلم الأهلي والطائفين يدافعوله أي بمعنى آخر يردون الآخرين يحترمون عقائدهم ورموزهم بس هم يجاوزون على رموز الآخرين هذا كل بسبب غياب القانون لأن الدستور يجرم من يهدد السلم الأهلي لكنه مجمد ويعمل على فئة دون أخرى هاشتاغ باسم الكربلاء فتنة أما ثورة تشرين العظيمة حيدر يطل علينا سنويا باسم الكربلاء اللي يصب بالزيت على النار الطائفية بقصائده ويقبض دولارات من الأياد الخبيثة ويعود أدراجه إلى لندن أو الكويت متناعما بحياته تاركا خلفه الشعب العراقي يلتهي بالصراع الطائفي كي ينسى جحيم الفساد في النظام السياسي والتزوير والجهل والتقتير وقتل الأبرياء هاشتاغ باسم الكربلاء فتنة أما نور البرواري يقول قصائد لا تحمل فكر ورسالة وإنما فتنة وكره وطائفية حتى على أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن معك لا تمثلون الإمام الحسين ولا علاقة لكم بقضية ومبدأ الإمام الحسين هاشتاغ باسم الكربلاء فتنة أما زيد المشهداني عفوا زياد المشهداني من أهم أسباب هدم التعايش السلمي هو سب الصحابة وآل بيت النبوة ومع ذلك لا يوجد أي تحرك حقيقي لحكومات الاحتلال لأن هذه الأعمال تصف صالحهم تجريم هذه التصرفات تعني تجريم الإطار هاشتاغ باسم الكربلاء فتنة لبعض التغريدات اللي علقت على هذا الهاشتاغ وبينالكم بملف الأول مقطعين المقطع الأول هو إجبار الميليشيات على عراقيين أن يسجلون مقاطع مصورة حتى يعتذرون بها من الإيرانيين داخل العراق المقطع الثاني هو التجاوز الرادود باسم الكربلاء على صحابة رسول الله رضو عبد الله عليهم أجمعين أبو علي من بغداد ويا نحياك الله الله يشاء لك حبيبي حبيبي يا أبي العزيز هاي المقاطع مع الفيديو ماكو المفروض يتأجبون أكثر من هستل يعني دولة ضيوف يا مقطعك يا أبي العزيز طال قليلي بحقكم دولة المفروض يتحاقبون من هما دولة هما طلعون عندكم طلعتهم هست أي ليش دولة زين يتجاوز على الضيوف والضيف من يتجاوز على ابن البلد عادي ما يتجاوز ابن البلد يعني ضيف أرجع واسألك نفس السؤال لمن يطلع لك مدرسة مع البنات اعدادية ويطلعون بالملابس الداخلية هذا تجاوز له لا يا داخلي هاي أخوي العزيز طلع فيديو بنفس الحلقة ببرنامج صوتكم وآني طلعته الفيديو يقول مدرسة النوافل الأعدادية للبنات بمحافظة واسط حولها المحافظة إلى سكن داخلي للزوار الإيرانيين وأمام البنات بالمدرسة اللي يدامون دوامهم الصباحي يطلعون الإيرانيين بملابسهم الداخلية هذا تجاوز له لا عطل كو مدرسي شنه التكلب هذا مو أكو مدرسي يا عطل يا مدرس شنه داولون الشغلطي يدون تأولونها هذا كل التكلب هذا احنا وإيرانيين علاقة وحنا اخوان ومع لا علام غربي ولا علام أفضل يعني العراق بالعراق درجة ثانية والإيراني درجة أولى أفهم من كلامك لا كلهم سواسية سواسية احنا عدنا عمد أشياء أبو علي سؤال بإيران انت والإيراني سواسية نفس الشيء شكرا جزيلا إليك أبو علي أبو سمية من الأنبار حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم هذا الصوت مطاع فيه النشاط وسائل التواصل الفضائيات نعم علينا أن نعلم أنه ما خرج من فراغ كما يقول المثل من أمن العقابة الساعة الأدب نعم لو لا ترعى الطائفية وتؤجل طائفية منظم هذه الأصوات النشاط جونا محرون بعناصر أمنية ما احترامنا الطيبين عناصر أمنية وميليشاوية تبط الطائفية والأمثلة كثيرة من هذه الأمثلة اشتكى وبكى أحد المتصرين العراقيين من أفعال جيش المهدي في العراق يقول يقول دخلوا علي في البيت قتلوا ابني ذا الأربع سنوات وقطعوه وقلوه بالزيت نعم 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 وأجبروني على أن أكل قطعة لحم منه نعم هذه أفعال جيش المهدي نعم هذه الأفعال التي تثير الطائفية بين أبناء الوطن الواحد أقولها لم تظهر إلا لأن الجو العام والقانون يحميها وشكرا شكرا شكرا إليك أبو سمية محمد من أمريكا حياك الله حياك الله أخويا عزيز أبو علي أبو علي تفيلة أولا حسن الإيراني يبعث ونحجهم ببيوتهم ونحجهم غيرهم هذا باطم الكربلائي الفاشر خجرك الفاشر وهذا أبو رجلهم هم رب الطائفية تتعينك الله هم يشغلون يدرق قنوات طلاعية يشغلون على سيدنا محمد تتواصلون سيدنا محمد ونحجهم ما تعتقلون به ونحجهم تتعينك الله أني يحبون الأسنية والله هل أظن هل سيد سيد محبوه أني يحبون النيواني والله 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 وهذا أبو علي وغير أبو علي أقول لك الله حكت ليه أبي الفاتح يشغل عني يا الله أما حكت بوضع سواء الخمالي وصوار الخمال البجار الفاتح هل أبيك أخويا أستاذ ليه زعنا هي من بين يعني سواء زوار الزيارة وكذا هو كل الزيان العراقيين بس المثقف البيهم مو هاي جهلة الناس هاي جهلة تتربع هاي جهلة نعم المثقف البيهم ويدي هو احنا دولتين اندمر اندبرت العرب من ذا كل يوم اليوم هي خطوية والأسطانيين هذا الكل اللي جيس الصطوية الإيرانية كتب عمار فقط الامبراطورية الفارسة صار 1400 سنة حاقتين عليها وطبال هذا الوضع كل كتر رضع الزهرة ودر شنو هاي هاي 14 سنة المحاق نعم حرب العراقية الإيرانية صار من سنياها من سنياها ان شاء الله ال الله حتى هاي ما الباطن اللي هلسة جديد هو يعلم التاريخ شنو تاريخ نعم نعم تخلوها كلها يعني قصة شعبية رواية نعم وروس رواية العجائز ما الشوح عليهم كذا وهي قداسة عن المشكلة على القداسة نعم نعم شكرا شكرا واتذر منك بس عندي مواضيع أخرى وأكيد متصلين آخرين راح يتصلون نروح إلى ملفنا الثاني اللي هو معاناة سوكانجر في الصخر اللي تمنع أهلها إلى منازلهم وتمنع أي قوة حكومية من دخول المنطقة مثل ما يقول رئيس البرلمان الحالي محمد أحلبوسي هؤلاء النازحون اللي تستمر معاناتهم من تسأ سنوات تقريبا والحد هاي اللحظة هما منسيين مهمشين تجاهلهم الحكومات ومن يدعون تمثيلهم تمثيل المناطق المنكوبة داخل البرلمان وراستغلال قضية عودتهم انتخابيا من دون ما يشوفون أي وعد أو أي تحقيق إلى وعود إعادتهم إلى مناطقهم النور حتى اللحظة في ظل سيطرة الميليشيات الولائية على أراضهم مقطع مصور جرى تداولة إلى مجموعة من النساء والفتيات والأطفال هم يناشدون من مخيم عامريت الفلوجة أهل الخير حتى يمدونهم إيد العون والمساعدة بالأكل والشرب والملبس والأدوية خلونا نشوف قبل ما نستعرض التعليقات الله بالمخيم ترتعباني يقولها والله تعاني الآن دراتب عايش والمرأة الأرملة النساء فاطسها نشوع عمي عليك يقوم إيانا فرحان نحال فعقوم عائل بالمخيم الله وكيلك تأبنا ومليانا جابوا المضردات وفاقوهنا للناحية وخلقونا يعني احنا مانا نروح ناشد من ناشد محافظة نظر فحنا إيران محنا إيران عمي الله هالله بينا عائلنا فاطسات نمشي حافي ضحيني بخمسة وخمسين مين نجيب العوائل لارمرة مين نجيب دائحة همي معها هالله هالله بالمرؤون أربعمية وخمسين عائلة هي أنا هذا بقول لكم معكم أربعمية وخمسين وتعباني لا تخلنا نروح على بيوتنا ولا قائمين في واجبنا وين نولي الناس من شافت هذا الفيديو علقت واختارينا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك أول تعليق ويانا من أبو مازن يقول المسؤول من تولي أمرهم من السرق والمنافقين حسب الله ونعم الوكيل فيهم صبا أبراهيم يقول الله يعينهم هجروهم واستولوا على أراضيهم شنو ذنوهم هالمساكين أكو رب رحيم ومنتقم أما رفيف علي الله يكون بعونهم والله ينتقم من كان السبب في تهجيرهم حسب الله ونعم الوكيل على الظالمين الطغات أما ذياب الطائع يقول تالي هاي الناس تقضي عمرها بالمخيمات شلون أدري الحكومة شيني نايمة ما تصحى عمي الناس تدمرت بالمخيمات كانت هاي التعليقات حول قضية نازحي جرف الصخر اللي صار لهم تسع سنوات لحد هاي اللحظة الميليشيات التابعة إلى إيران والمسيطرة على المنطقة وإيران تمنعهم من العودة وأكو تصريحات سياسية كثيرة بالأخير إذا تذكرون تصريح أيات علاوي اللي طلع وقال قضية جرف الصخر لا بإيران ولا ببغداد يم كوثراني ببيروت يم حزب الله حيدر من العمارة حياك الله حيدر حيدر تسمعني حيدر حيدر أخوية أبو أحمد من بريطانيا رقم 2 أي حسيني ويدعي إنه حسيني من استشهد مع الحسين هل يعلم من من استشهد مع الحسين استشهد أبو بكر وحمر وعثمان أولاد الإمام علي مع الإمام الحسين أليس هذا تاريخ بس سؤال يعني نا مو ذولة اللي استشهدوا مع الإمام الحسين أبو بكر وعمر وعثمان لو أنا جابها من جيبي هايش زين أولاد أم البنين أخواني العباس زين أنا زرت أجمل مكان في الطاهرة طاهرة المعز اسمه مرقد السيدة عائشة تعرف عائشة متمن؟ سيد أفل نا السيد عائشة بنت الإمام دين العابدين بنت الإمام علي بن الحسين يا أخي خلي قرون التاريخ يعني قبلها يطلعوا لي قصايد مدرمبين يعني سميه مواريس شعبية أنا مؤلم بالنسبة لي إذا تسمح لي هذا الموضوع جدا مؤلم بالنسبة لي لأنه أنا كل فترة ويطلعوا لي هو هذا طبعا المقطع موجدي بصار لسنتين هذا المقطع طبعا مو مال هايش سنة بالمناتبة هذا المقطع مال قبل سنتين وهم تم الرفضة بس هذا الرجال عائشة قلت يعني شوان هذا الشيخ برتضى المطهري رحمة الله عليه بالملحم الحسينية يقولوا من أنت قتلت الحسين مرتين قتلتوه في الطف وتقتلوه الآن بأحاديثكم ورواياتكم اللي ما أنزل الرأيها طيب لذلك بس اسمح لي سيد أفل الله يخليك من هذا الموضوع ترى بي دماء هذا الموضوع بس أبو أحمد إذا تسمح لي يعني أكو متصلين على الخط وأكو مواضيع يعني ما أدري وأنا أخذ لي فجمساحة من هذا الموضوع بي دماء أخي العزيز سيد أفل وإنته قناتكم قنات وطنية بس اسمح لي يعني هذه ما أصير بي من وراء المشكلة أبو أحمد أنت اللي راح تقوله آني باو آني وأنت والشعب العراقي تقاطبة متفق وياك بس المشكلة بس لازم نروج له سيد أفل لازم نروج له نعم يعني أنا رجال سيد موسوي عند رحشي لك نعم لازم نروج له نحن ما يصير نحن ما يصير نسقط عن الباطل هذا باطل هذا نعم يعني تدري أنت أكو واحدا بالزيارات تسمو زيارة عاش ورا تدري أنا مرة قريتها كنتم أخوان هاي مثل الفوتوشوب بقى الفوتوشوب من واحد مثلا يليق نفسه ما خصوره ويفد شخصيه نعم معروف اللهم عن الأول والثاني والثالث ويت خامسين كنتم من بينها التلسيقات ما للدولة الطبية فأخو يا سيد أفل الآن الموضوع ترى خطر جدا يجب أن نكون كل يسنا يد واحد وقوط واحد وصلت وأنا شاعة بعض تعليقات على الأمور الأخرى بس أكتب بهذا القدر وأشكرك جدا شكرا إليك أبو أحمد حيدر من العمارة رجع النمر الثاني حياك الله ألو ألو على قضية الباس من كربلاي نعم يعني نحن نقول مو أكيد هذا الموضوع يعني نحن اليوم اللي أنا أشيب الوحدة بلو قيوة المصاف نحن نحك مو أكيد شنو الفيديو اللي طلع مو أكيد لا مو أكيد يعني هو ما يقفل به الصحابة يقصد به معاوية ما كتل إمام الحسين معاوية ما أخذ حق الإمام عنه أخ حيدر أخ حيدر اللغة العربية سهلة اللغة العربية سهلة وبسيطة ومعروفة معروفة يعني أردأ سألك سؤال أردأ سألك سؤال أنت تقول ما يقصد به يعني هسا آنيات لما نحتي حقا برزتك يا أخي صبغة أعطمع الحكومات والأحزاب والميليشيات والكتل السياسية بدت تتمدد إلى أملاك المواطنين بمجمع القادسية وغيره فالسؤال شنو اللي داي يصير داخل المنطقة الخضراء من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل دائرة عقارات مجلس الوزراء بذريعة إنشاء مجمع مجلس الوزراء السكني ومن إخراج للضعفاء والفقراء من سكانهم ومن منازلهم وطردهم من هاي الأماكن ومنحها إلى مستثمر وبعض المسؤولين هذا اللي راح نعرفه في سياق هذه المناشدات اللي راح نعرضها لكم مشاهدين الكرام في التوليس الوزراء ومن قصة على البحر الأرهاب زينو أنا ما عندي أي بيت فقط زينو ما اسكن ما عندي سكن غير أنا اسكن المنطقة الخضراء في كربان وعندي الموافقات الأصولية وتخصيص الرسمي اللي ذلك حصل استثمار للمكان اللي أذا اسكن به لإنشاء مجمع سكن فتقدمت بعجة طلبات لغرض تغيير محل السكن وهنالك الكثير من الأماكن ولم أطلب المستحيل بل طلبت البسيط فقط لحفاظ على حياتي وحياة عائلتي تقدمت معجة طلبات لكن مع الأسف مكتبة الخاص بسم العقارات متصلب برأيها ولا أعلم الأسباب الجهات اللي أشار لها المواطنون بالمقاطع السابقة ما اكتفت بمصادرة المنازل وممتلكات المواطنين الخاصة وصل الحال بيها أنه تستقطع جزء شبير من جامع الشهيد عثماني عبيدي حتى يعبدون شارع إلى مجمع مجلس الوزراء السكني الجديد يعبدون شارع إلى سكنهم بالعراق اللي يعاني من سوء الخدمات بالشوارع مادة اللي ما عبدوا بيها ولا شارع وإذا تذكرون قبل شم حلقة شارع قاصي حتى سب بيس محاطين بيه المهم ما اكترثت الحكومة لمناشدات إمام المسجد المتكررة ومناشدات الأهالي خلونا نشوف كلمة إمام المسجد اللي شرح بها مخطط الحكومة بضم أرض المسجد بشيء من التفصيل بالمقطع التالي قبل ما نستعرض التعليقات هناك شركة هاي الشركة تريد الاعتداء على المسجد وهاي الشركة خلف المسجد فتريد الاعتداء وأخذ ملحقات المسجد وخصوصا بيت الإمام والخطيب وبيت الإمام وبيت الحارس وبيت كلها لأجل أنه تجعل شارع لإلى مجمع شقق موظفي أمانة رئاسة الوزراء هذا المجمع اللي تريد الشركة بناء وهذا هو مصلى مصلى الرجال وهاي الصالة الملحقة بالمسجد وهذه هي البيوت والكرفانات الملحقة بالمسجد فيها بيت القارئ والمؤذن وبيت الحارس وبيت الصيانة وبها مخزن المسجد وهذا هو سياج المسجد يريد أن يعتدوا ويوصلون لنا يعني يريدون يريدون يهدمون إلى هنا إلى هذا السياج كل يسووا شارع ادفعوا وحموا بيضة وجه هذا المسجد ودافعوا عن هذا المسجد وهو للدولة ككل الناس من شافة الفيديوهات الأولى وهذا الفيديو لإمام مسجد الشهد أثماني عبيدي علقت على الموضوع وجبنا لكم تعليقات من منصة فيسبوك فخري الرسام يقول دولة الفرهود والحرامية والمافيات والعصابات المسلحة سرقت كل شيء حتى المساجد ودور العبادة أما أبو هديل المقتار يقول كلهم حرامية انتظر كم يوم راح يباع هذا الجامع عمي هو البلد كل انباع أما أحمد الخطاب الجبوري يقول إن شاء الله كل أرض مقتصبة تعود إلى أصحابها قريبا وأوراق الخريف حالة من حال القصور شلون قصر الرضوانية تأجر بالسنة مليونيا تأجر بالسنة مليونيا ولمدة مئة عام حتى يأخذوا ويجعلوا مننا جامعة أهلية لعنكم الله أيها السراق تأريخكم أسود مشاهدين الكرام كانت هاي الملف الثائث اللي موجود ويانا اللي هو استقطاع أراضي المنطقة الخضراء ومحاولة الاعتداء على أراضي مسجد الشهيد عثماني عبيدي أبو علي من بغداد ويانا حياك الله أبو علي أبو علي اسماني أبو علي أبو علي اسماني لا لا يبدو أن الأخ أبو علي مدي اسماني أعتذر منك أتمنى ترجع لنا حتى نعرف رأيك من موضوع أبو فهد من بغداد حياك الله أبو فهد أبو فهد اسماني أيضاً ما يسماني أبو فهد موضوعنا الرابع أو ملفنا الرابع اليوم يحتي عن تحذيرات مديرية الطرق والجسور بمحافظة بابل من احتمال انهيار جسرين الجسر الأول هو الجسر الحل القديم بسبب تقادم الزمن عليه وتأكل دعائماً ممتدة بالنهر مدير الطرق والجسور بمحافظة حسين السريسح قال أن المديرية طالبت مجلس المحافظة بضرورة إغلاق هذا الجسر القديم وعدم السماح باستخدامه ومرور المواطنين على الجسر بسبب تآكل الجسر واحتمال انهياره بأي لحظة الجسر يوصل عمره تقريباً أكثر من مئة سنة ويعتبر الجسر معلم تراثي وشاهد على هوايا أحداث مرت بيها المحافظة لكن المفارقة أن المواطنين بعدهم يستخدمون هذا الجسر وما اتخذت الحكومة أي إجراءات للحؤول من وقوع كارثة بهذا الجسر مو بس هذا الجسر اللي ديعاني ومو بعيد عنه أصلاً جسر الأطباء إذ بيينت لنا صور ملتقطة لدعامات الجسر وجود تشققات تندر بوقوع كارثة وشكة بيظل إهمال الحكومة وعدم الصيانة خلونا نشوف هذا المقطع اللي سجله ناشط من محافظة بابلي بيننا بحال الجسر طبعاً هذا هو جسر الحلال قديم هذا الجسر مئة سنة وهو يتحمل أوزان سيارات مختلف الظروف في الجوية يعني بلد مر بمعاسي ومعارك وروع تفاصيل يعني حلال هذه المئة سنة اللي الجسر هو موجود بها اليوم لأسف الشديد جسر خارج الخدمة المديرية الطرق والجسور بالمحافظة التصريح الصحفي طبعاً المدير الطرق والجسور يتحدث أنه المديرية منطية خبر للحكومة المحلية لقيادة الشرطة المديرية المرور أن يغلقون هذا الجسر بس الحد الآن الجسر موجود والناس تتعبر عليه سيرنا مع الأقدام وأيضاً بالسيارات فاللي نتمنى من الحكومة حكومة بابل بزارة العمار والسكان الحكومة المركزية ببغداد يلقون حل سريع أما غلق الجسر لاسا محلها قبل ما يصر شي بعيداً عن التشققات اللي موجودة في ركائز الجسر كمية النفايات اللي موجودة على الجسر وأسفله هاي مصيبة لأنه هاي واجهة بلد أي واحد يجي أي مسافر يطبل هذا البلد راح يشوف هاي النفايات شوفوا الصورة اللي دا تنقل إلى الخارج الناس علقت على موضوع تهدم أو احتمالية انهيار جسرين الحلة القديم والأطباء هيام ربيعة كاتبة هو من صير كارثة يلا يتحركون وكلها تتبرى أمن المسؤولية أسو تقول ودعتك كل شي ما يسوون ينهار الجسر ويسوون حداد كم يوم ولا كأنه شي لم يكن عباس يقول الحكومة آخر تفكير تفكر به هي الحياة المواطن لأن الدم رخيص أما بيداء العزاوي تقول هو العراق كله في انهيار مستمر ابتداء من الأرواح حتى البناء بقت على الجسر ومن تموت الناس يترحمونهم إذن مشاهدين كرام كانت مواضعنا الأربعة اللي موجودة ويانا هي التجاوزات اللي تصير داخل العراق مزامنة مع زيارة الأربعينية أدنا فيديو الأول بياننا بيث مواطني عراقيين تحت تهديد السلاح وضاربيهم وهاينيهم وصوروا واعتذار إلى الزوار الإيرانيين والفيديو الآخر هو تجاوز الرادود باسم الكربلائي بطائفية على صحابة رسول الله رضواني الله عليهم أجمعين النازحين جنف الصخر حالهم نقلنا لكم مناشدة عائلة أدنا تجاوز مجلس الوزراء على منازل المواطنين بالمنطقة الخضراء ومصادرتهم للمنازل وأيضا محاولتهم مصادرة جزء من أرض جامع الشهيد أثمان عبيدي وآخر فيديو ويانا أو آخر ملف ويانا هو جسر الحل القديم وأيضا جسر الأطباء يعني بأي لحظة ممكن أن ينهار بسبب انهيارة أو شفت الصورة مادة مشاهدين الكرام أكدت تقارير صحفية تفاقم موجات النزوح القسري بعدد من المحافظات الجنوبية نتيجة أزمة الجفاف التي تعد إيران من أهم أسبابها بسبب قطعها مصادر المياه عن الإراق مصادر عدة أكدت تحمل الجهات الحكومية مسؤولية موجات النزوح لأنه ما عدها معالجات ناجعة للجفاف وشح المياه إضافة إلى عدم تلبية المحافظات الجنوبية لمئات الطلبات من سكام مناطق الأهوار اللي أكدوا بيها عدم صلاحية المياه للاستعمال البشري قسم التواصل الاجتماعي بالقناة صلت الضوء على هذه القضية وأعدلكم تقرير عن الجفاف اللي يضرب الأهوار وتابعاته الإنسانية بهذا التقرير خلونا انتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا التقرير اللي أعد قسم التواصل الاجتماعي عن الأهوار والجفاف اللي داي صغير بيها وتابعات هذا الشيء أبو ضياء من بغداد يا نحياك الله نعم نعم الله عليك أبو ضياء أبو ضياء إذا أمكان نصيلي صوت التلفزيون يسمعني من التلفون أغاتي صار 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 عن هذا الصلاة وهذا التقرير وأنا أشكر خرجك على دول الناس للهسب وعلي الحجة أبو حلي الحجة حسب يقول إيرانيين وكذا نحن في المحافظة ونحن في المحافظة ونحن في المحافظة ودولة شون هل قامل على التفرز هذا أبو ضياء المشكلة أنه فعليا أنه إحنا صرنا محافظة لما انتجيك وحدة طب بجواز صار صار لأربع سنوات وانتهي بتاريخ واحد سبعة وانت محافظة أبو الزادل شون يتخذل هذا الحج من عزوم ورشا ماحظ أبو علي وغير نعم واجبنا واجبنا أبو ضياء نعم فضل فضل أبو ضياء طيب أكون مشكلة بالصوت من المصدر يعني تشويش عالي مدى أفتهم أعتذر منك أبو ضياء وأعتذر منه سادة المشاهدين إذا ما افتهموا الكلام الأخير اللي قاله تعرفون حال الاتصال بالعراق والفساد اللي دي يصر بالاتصال بالعراق وهي واحدة من مشاكل العراقين اللي يدفعون فلوس وما يحصلون الخدمة أبو فهد من بغداد حياك الله رحم الله أديك عيني والديك الرحمة أخوه فضل أغاتي أبو فهد أبو فهد انقطع الاتصال ويأبو فهد أعتذر منك ومن أستاذ المشاهدين قضية الهاشتاغ أنه دعم ودوينون وناشطون إلى محاسبة نور المالكي على ضوء التسريبات اللي ظهرت إلى نور المالكي وعلى خلفية اللي قاله واللي طلعت إليه وما قاله بداخلها من تسريبات وجدده ومطالبتهم للقضاء بالتدخل وعدم تسويف هاي القضية اللي ظل بها القضاء بالعراق ساكت ولا يم الموضوع ولا سوى أي تحقيق بالمعلومات الخطيرة اللي انحجت بهاي التسريبات اللي قالها نوري المالكي واللي تسارمت عنه وسم هاشتاغ استمروا على التسريب تصدر ترند العراق بتويتر هو ما اخترنا لكم بفقرة هاشتاغ لهذا اليوم خلونا نقرأ لكم بعض هاي التغريدات أول تغريدة من علي المشهدان يقول تسريبات نوري المالكي ترتب عليها أثر فعلي وسالت بسببها دماء حيث أن المالكي نفذ تهديده بقتل متظاهري تيار الصدري عند بوابة منزله بالمنطقة الخضراء بواسطة الميليشيات التي شكلها بقيادة المجرم أبو أسد الياسري هاشتاغ استمروا على التسريب أما عواطف مجيد الموسوي هاشتاغ استمروا على التسريب الجميع يعرف ومتأكد أنها تسجيلات حقيقية والكل يعرف مستوى الإجرام الذي يحمله المالكي ومن يكذب التسجيلات هو فقط من لديه مصلحة في بقاء هذه العصابة المجرمة أما ابن العراق المالكي يقتل العراقيين بفتوى من الخارج لكن القضاء الساكت عن كل الجرائم التي تحدث بعلمهم مع الأسف هاشتاغ استمروا على التسريب أما أم منتظر الربيعي يقول اسمع شون يقول مراجع اشترهم من يقصد يا مراجع وليش القضاء ما سأل المالكي ليش القضاء الساكت عن تهديد أمن العراق القومي لو القضاء مسيس فلهذا ما قدر يتجرأ ويحاكم المالكي ويقدمه للعدالة للأسف هاشتاغ استمروا على التسريب إذا مشاهدين الكرام هاي بعض التغريدات حول هاشتاغ استمروا على التسريب ويقصدون بها ما سرب عن المالكي ملفاتنا اللي أخذناها بالحلقة أول ملف هو إجبار الميليشيات للعراقين على تسجيل مقاطع مصورة يعتذرون بها من الزوار الإيرانيين ثاني مقطع بالملف الأول هو تجاوز الرادود باسم الكربلاء على صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين ملفنا الثاني عن نازحي جرف الصخر ورد تسع سنوات من معاناتهم بعدهم يعانون بعدهم بالمخيمات بعدهم ما محصني شي ويطالبون ناس تساعدهم أكل شرب ملبس أدوية وأيضا يرجعوهم إلى مناطقهم اللي إيران والميليشيات ما نعتهم من العودة إليهم ثالث ملف هو السيلاء مجلس الوزراء على منازل المواطنين بالمنطقة الخضراء حتى يساوهم مجمع سكني والفيديو الثاني بهذا الملف هو محاولة أخذ قطعة شبيرة من القاع حتى يساوهم شارع لهذا المجمع السكني يعني بعدهم ما بانين المجمع فكروا بالشارع ليش؟ لأنه إلهم بينما العراق من شمالة إلى جنوبه بمشاكل بالطرق ووحدة من الأسباب اللي تتأدي إلى حوادث وأغلب هاي الحوادث لا تكون مميتة وقبل شم يوم طلعنا تقرير عن محافظة ديالة أن حوادث مرورية بها مميتة ونسبة عالية جدا وهي أعلى محافظة بها حوادث بسبب سوء الطرق الملف الرابع اللي كان موجود إيانا اللي هو تهالك جسر الحل القديم اللي عمره تقريبا مئة سنة والناس لحد الآن تستخدمه علماً أنه هم قايلين هذا الجسر راح يوقع لازم توقفوه لازم تمنعون الناس تصعد فوقها لكن شفتوا الفيديو الناس رايحة جاية ومحها دائر لبال شفنا الأهوار وأيضاً الهاشتاغ اللي موجود إيانا بالحلقة مشاهدين الكرام بالنسبة إلى رسالة واتساب أبو فهد من بغداد ويانا أبو فهد سلام عليكم عليكم السلام أخوة سلام عليكم السلام أخوة السلام عليكم السلام أخوة على بيك يا غاتي سيد إن شاء الله يجي يوم من اليوم نخلص منها الأفوال الحشاكل القادرة اللي متد توازية وج القوان المتأكد إنه العراقيين العراقيين عظه من الذي قتل عمر ومن الذي شكرا شكرا إليك أبو فهد وانقطع الاتصال بياه لكن أعتذر منك وقت الحلقة راح يخلص أول رسالة ويانا تقول قناة الرافدين أنت قناة الحبيبة أنا عراقية شمرية من الموصل من حياة عربي حياة شاء الله أختيها العزيزة رسالة أخرى تحية أستاذ أفل سؤال لماذا لا يقوم الوقف السني بفتح العراق لزيارة الشيخ عبدالقادر قيلاني أو الشيخ أبو حنيفة النعمان رضي الله عنهم لماذا على الناس حلال تفتح الحدود لإيران حتى السنة هما يعدهم مقدسات بالعراق خلي تفتح الحدود للعرب والأتراك والباكستانيين والأفغاني زيارة مراقد أهل السنة تحياتي أبو يوسف من الدنمارك ورسالة أخرى من آن عراقي من أب شيعي وأم سنية العراقين كلهم على راسنا أخويا العزيز هاي المسميات جابوا لناها على ظهر الدبابة الأمريكية ومن أعترف بيها الوطن عندي فوق كل شيء الوطن أعلى من المذهبية والدين والقومية اليوم أثناء زيارتي للحسين عليه السلام شاهدت بعض رايات العلم الإيراني ترفرف فوق أرضنا لقد أزعجني ذلك الغريب في الأمر أن العراقيين ما أبدوا أي اهتمام علينا أن لا ننسى شهداء الحرب العراقيين مع إيران أشكر من تواصل مع قناة رافدين برنامج صوتكم لهذه الحلقة أشكر من كتب أي رسالة وحاولت أقراهن أذنى اللي وصلني إليه وأتمنى بالأيام الأخرى تجينا رسالة الأياني أكثر أشكر من تابعنا شكر لكم مشاهدين الكرام لكن عندي سؤال واحد عندي سؤال واحد بس لمن زائر كأيا كانت جنسيته بعيدا عن إيران دعا حجية ثاني زائر إلى بلدنا إلى عراقنا الحبيب من المفترض عليه أن يحترم العراق أن يحترم العراقي وأن يقدر القانون ويخلفه قرأسه هذا هو وإحنا كعراقيين من المفترض أن نعتزب بلدنا لما نجينا زائر ونكون إحنا نبين لأفضل صورة عن هذا البلد لكن الصورة اللي دا تطلع لنا اليوم خصوصا مع وجود بعض الاتصالات اللي دا تبين لي أن العراقي بلده درجة ثانية السؤال ليش ليش العراقي اليوم بالألفين واثنين وعشرين صار درجة ثانية بلده ألم أن العراق إله وطابه صرف الأهله وما حد يقدر يقول له أطلع من أندلين هو العراقي بي واللي جاي من بره هو الضيف وإحنا كنا نعرف يا غريب كن أديب فالسؤال ليش اليوم العراقي صار هو الغريب بهذا البلد ودرجة ثانية أتمنى تجاوبون على هذا السؤال بحلقة أخرى أو بحلقات نجاية من برنامج صوتكم ونلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باجر بإذن الله بنفس الموعد انتظرونا في أمان الله اشتركوا في القناة